ارهاق كده وبحس ان انا مش متوازنة يعني بس انما انا كل الحاجات اللي بنسبة للخضار والاكل ده انا الحمد لله يعني انت فاهمني طيب بصي وشرب وماية يعني انا خلينا اكلم لك على اسباب اختلال التوازن يعني ان انت مش متوازنة علشان ممكن يكون عندك مشكلة صحية وانت بيشواخد بالك منها اه تكون هي السبب وانت مفكرة في الاكل فاهمة فممكن لو انت عندك مشكلة صحية لابد ان احنا نعالجها يعني مسلا فاكر الدم الانيميا سبب في اختلال التوازن عندنا فانت بك انا عندي انا اه بس يبقى الانيميا نعالجها لعالجها ازاي هل الانيميا اللي عندنا سببها هل عندنا كل حفل الماء ده بسبب بالنا الانيميا هل عندنا امراض معينة بسبب بالنا الانيميا هل الانيميا اللي عندنا بسبب سوء التغذية فقط فنعرف سبب الانيميا اللي موجودة عندنا ايه اه طلع عندنا مسلا ولياكل الانيميا سوء التغذية يبقى لابد ان احن ناخد اغذية بتحتوى على عنصر الحديد البتنجان العسل السود اللحمة الحمرة الفاصولية السبانغ الكبدة كل هذه الاشياء مسلا ناخد اغذية بتحتوى على عنصر اه علشان وتعمل التين المجفف ايضان نسينا نقول اسم التمر والتين المجفف برضو يبقى دي كده الحاجات دية ناخدها نحطها في الاكل بتاعنا ومع هذه الاشياء واشنحط import مسلا وليكن في الاكل بتاعنا بناخد ايه بقى? بناخد اقراص الحديد وبناخد فيتامين به اتناشر وبناخد الفوليك اسيد. ثلاث حاجة ديون نجيبه مستدلية. حمض الفوليك بناخد لنا مسلا كابسولة او حبها في اليوم. وبناخد مسلا فيتامين به اتناشر بناخده حقا. بس يعني بنمشي عليه مسلا بنقول مسلا مرة في الاسبوع لمدة شهر وبعد كده مرة كل شهر ولا حاجة فيتامين به اتناشر. وبرضو بنتكلم عن فلا بد ان احنا عندنا انيميا لو اسباب عدم التوازن اللي موجود عندنا لو اسباب عدم التوازن اللي موجود عندنا هو الانيميا لابد ان احنا نعالج الانيميا. هنعالجها ازاي? اقراص الحديد بيتامين به اتناشر همض الفوليك. تلات حاجات دولي بشكل مستمر بنتعامل معه. تاني حاجة بنقول برضو من ضمن اسباب برضو بنقول من ضمن اسباب اه بنقول من ضمن اسباب عدم التوازن اللي ممكن تكون عندنا انخفاض ضغط الدم المفاجئ. انخفاض ضغط الدم المفاجئ. فلابد هل احنا مسلا وليكن الدخل دي ممكن سببها ضغط. فممكن نيس الضغط ونشوف. ممكن الورم العصبي السمعي. لو احنا عندنا مسلا وليكن بعض الاورام. عفانا الله واياكم. مش بكلم عني كيف. اه ممكن تبقى برضو سبب في عدم التوازن عندنا. اصداع النصفي الشديد ممكن يبقى سبب في عدم التوازن عندنا. لو احنا عندنا اي اصابات في الرأس ممكن تبقى سبب في عدم التوازن عندنا. لو عندنا مشاكل في الازن او التهباء عندنا مشاكل في الازن عندنا ممكن تبقى سبب في عدم التوازن عندنا. فلابد في البداية انت قلت لا انا عند الانيميا يبقى نعلك الانيميا. نجيب اقراص الحديد وناخد اقراص الحديد. نجيب حقار بيتامين بي اتنشر وناخدها. وناخد حمض الفليك اه اه حمض الفليك معنا. وبناخد اغذية بتحتوى على عنصر الحديد زي البتنجان والعسل السود واللحمة الحمرة والتين المجفف وهذه الاشياء والفاصولية والسبانخ وهذه الاشياء نحاول قدر الامكان بس طبعا ما تزودش لو انت عايز تخسي ما تزودش في التين المجفف ما تزودش في حاجات اللي فيها صعورات حرارية عالية زي التين المجفف والتمر ومش عارف والله مش متذكر ايه تاني بس يعني ده بشكل ده بشكل مختصر يعني